يواصل الغزو التركي محاولاته لتوسيع نفوذه في شمال إفريقيا والبحر المتوسط وتحقيق أطماعه بالسيطرة على ليبيا وصرقة ثرواتها بذريعة دعمه لحكومة الخيانة والعمالة الغزو التركي يسعى لإقامة قواعد عسكرية له في ليبيا في محاولة من أردغان لاستعادة النفوذ العثمانية فبعد سيطرة تركيا على قواعد عسكرية في كل من الصمال وقطر وقبرص وكانت بصدد إقامة قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية عبر تنظيم الإخوان هناك لولا الإطاحة بالبشير بالإضافة لتواجدها العسكري شمالي سوريا والعراق فهي تحاول نسخ تجربتها في الساحة الليبية حيث كشفت صحيفة يني شفق المقربة من النظام التركي أنها تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في أراضي ليبيا حيث تدعم ميليشيا السراج صحيفة يني شفق ذكرت أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها حيث من المقرر أن تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوية تركية وأضافت أنه على وعلى ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة ليتم فيها بناء قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية يأتي ذلك ضمن دعم الغزو التركي لميليشيا السراج ولتستغل ليبيا قاعدة لخوض صراعها الطويل في المتوسط مع عدة دول على منابع الطاقة إضافة لمساعيها بالسيطرة على النفط الليبي لقناة ليبيا الحدث بو بكر العقيلي